يعني أنا هحاول أقرأ معكم تصريحات كابتن حسام حسن وردود الأفعال على المباراة مع ضيوفي النهاردة طبعا في السادسة خليني بس أختم بخبر برضو على مصطفى محمد بما أنه يعني خرج للإصابة مبكرا جدا ومش عايز يبقى فيه تصرف الحكم على أحمد أمين ولد مكتهد ولد لفت الأنظار محليا صحيح يمكن ما قدمش اللي احنا كنا مستنيينه منه لكن نزل في ظروف صعبة في مباراة معقدة لسه في بداية مشواره مع المنتخب فمش عايز يكون فيه قصوة حسيت مباراة الناس يمكن يعني انتقادته بشكل كبير جدا رغم أنه قد في حدود المطلوب منه مصطفى محمد أصيبه خرج النهاردة هيخضع على أشعة هتحدد حجم الإصابة المفترض أنه التشخيص المبدأي أنه يعني عنده مشكلة فيه أربطة الرجبة لكن حسب الأشعة اللي هيتم إجراءها النهاردة هنتطمن على مصطفى محمد واحد من أعمدة منتخبنا الوطني ونتمنى له إن شاء الله السلام طيب خلينا نستقبل كابتن أحمد عبدالفتاح وكابتن عبدالله جلال ضيوفنا النهاردة نجوم من نادي الأهلي السابقين طبعا وضيوفنا النهاردة في حالة السادسة نشوف كده يعني رؤيتهم لبداية مشوار كابتن حسام إيه اللي محتاجين نشتغل عليه الفترة اللي جاية وكمان نبتدي نحضر أو نفتح بقى ملف الدوري عندنا مباراة مهمة جدا جدا يوم الجمعة اللي جاية منفرقوا جدوى المزداحم جدا تسع مباراة فأقل يمكن من خمسة وعشرين يوم فبالتالي الأهلي هيفتح ملف الدوري مرة تانية تعالوا نستقبل ضيوفنا في حالة السادسة بعد الفصل